أشوفك بكرة على مسيط الشيعة وما تتأخرش تأخر إيه بس؟ لأنا حستنى على الناص يا من دلوقتي طب يالله حاسبني عشان ما أتأخرش أركة الغدل وحش المدينة الله؟ طب ما هي لازم تعمل كده؟ بتها ولا مش بتها؟ حوشي يا أخت حوشي حوشي ابنك اللي ما بيطلعش من حضنك ما بتقدريش تفرق إيه أختي لا إيه أختي بيطلع من حضن بس لما بيطلع من حضني بيروح على حضن أمي وبيتعامله أحسن ما أنا بعمله وبعدين هو أنا دايرة ليه عليك عبر جلاي مش عشان أصرف عليه لكن تيجي واحدة في الآخر ما ليش بيها أي صيلة وتقولي هاتي ابنك وتفعلك ليه فلوس؟ لا إيه أختي ما يجس ويا يعني رشادي هتعذبها جاي تجيب لها أحسن أكل وتلبسها أحسن لبسه وتعمل أحسن معامله بيت يا خوخة يعني أنت عايزة تحمالي وتتعابي وتولادي وترضاعي وتيجي واحدة في الآخر تقولك هتفعلك فلوس وأخد ابنك؟ ليه؟ ما خلاص بقى أنت وهي أنتو إيه؟ عاملين عار المجلس عليها النهاردة اسكوتوا شوية عندك حق ماما يا بيت يا خوخة قولنا يا أختي بقى كنتي مختفى يا فاني ومننا فاتوا شكوت يا أختي؟ شكوت يا بيت على حطالي استيتو قال لي بشتغل معها قالت لي تعالي يا بيت هتهربي معي ألماز ألماز يا بيت؟ ألماز؟ أه يا أختي وبعد ايه؟ قلت لها ماشي الفكرة بعد أن هاخد شوية ألماز كده حطوهم في عبي وخلاص قضيت تلاقي بقى يا أختي تلاقي أن أنا أحط الألماز ده في بطني يعني إيه يا أختي جوابطنك ده؟ جوابطنك يعني يا بيت؟ يعني هتبلع الألماز زي أنا تحطيه في بطنك وعملالي فيها بس أنك فاهمة كل حاجة لا حط في بطني بس بطريقة معينة يعني طريقة معينة ولا كبرنا يا أختي وعرفنا الطريقة المعينة كمالي وبعدين يا نهاريسود يا بيك؟ وعملت كده؟ وعملت كده؟ وعملت كده؟ وعملت كده؟ وروحت للراجل الكبير قال إيه؟ قفلت معاه أسلمه البضاعة وهو واقف قدامه إيه؟ وسلمتي هي تانية مخبلة مع البضاعة شخص واكسر إن أنا كنت عموت من الواجعة كنت مصريني هتطلع مني وبعدين ما عرفتش هطلعه إزاي؟ رح بعز من ما فيها بيت يا توحم الديني بالبوكس لغاية ما نزلت البضاعة مني إيه؟ وبعدين إيه بقى؟ بعد ما نزلت البضاعة ضيفني يعني وكرمني الحياة وجاب لي كده معزة مشوية ولا محمرة مش فاهمة كنت عيني هتطلع عليها بس إيه؟ كنت هموت من الواجعة هموت ما صاريني كانت طلعة مني وبسرخ وحالتي كانت قرمت يا نهاريسود ومنيل لاللباس ماهو ده يشايف شعر الراس وإنت كمان يا غندرة حلوة كنت فيني أختي غدسانة اليومين اللي فاتوا أنا يعني كنت عاكون غدسانة فين؟ بلف بالبضاعة الزباين والنبي شكلك كدابة كعبة رجلك المقش في ناعم وشك حطتي كريم ووشك الحلو ده زواء أحمر واخدر من إمتى؟ جرى يا بيت يا توح هو إنت يا تب بنتي ومي علي ما بقولك بلف عزباين الله والنبي شكل الحكاية فيها إنا وفيها راجل كمان المهم يا بيت قولي يا أخوخ بتي يا أخوخ لأنتي صرحتي في إيه بيت؟ ايه؟ يا أختي صرحتي فيه؟ كنت فين يا عين أمك صرح أنا في راشا وفي منعم ابنك وهي ابني اللي كان نفسي أجيبه ابنك ده إيه كمان؟ كنت هاجبيه من إيه بيت بقى ابنك ده؟ مش شيخ حسن يا توحة يا دي الشيخ حسن؟ هو إنتي متعرفيش أقراضيه فين يا بيت دلوقتي؟ خلاص بقى يا توحة تفرق إيه أقراضيه؟ أنا روحت في سكة وهو رح في سكة تانية خالص أحسن أمل كنتي عايزة تفضلي عايشة في الزل والفقر وقلت الفلوس؟ قطع الرجالة هيش هتعصر العمر مش بقولك الحكاية فيها إيه أنا وفيها راجل كمان؟ خليكي أختي أنت وهي كده هو عضو السهويك وحبه لغاية ما تروحه ورا الشمس لازم تفهمه إن الراجل يعني فلوس وبس يعني إيه ترفض؟ هل أنت بتحذر صح؟ ما ترد علي أنت بتحذر؟ أنت موضوع عذر فيه طيب يعني هم لقوا دليل عليك إنك صربت الفيديو أو صورته؟ لا طيب على أساس إيه يرفضوك؟ على أساس إن الأعمال زي الخيانة ماشي؟ كانوا ممكن ينقلوك يخسمولك شهر شهرين لكن رفض لي؟ عارف أنا أكتر حاجة خنقاني إيه وحتموتني لا تشرع عليك يا حبيبي إنهم نسيوا كل حاجة أنا عملتها نسيوا ست سنين من غير غلطة نسيوا إن أنا أتصابت كذا مرة عشان خطر بحب شغلي وبحب البلد وفي الآخر يرفضوني ومن غير دليل هاني إنت مش هتيقة صح؟ هتفضل واقف على ربليك لحد ما تلاقي خطي ووصلك اللي عمل كده تسألت كل المصادر اللي عندي ما حدش يعرف حاجة عن الموضوع ده طيب مش ممكن يكون حد ما إنت قبضت عليه ومعايز ينتقب منك؟ لا فكرت في الموضوع ده برضو بس بس إزاي هيعرفوا إن أنا كنت براق بالرجل ده بالذات وزا جنزوا ملاقي في القدرة ما كانوش يعرفوا طيب إنت أنا هيعليه؟ مش أنا اللي حانوي أترابوك يا حانوي على إيه لما يسمح الخبر ده وبابا أصلا ماله باللي حصل يعرف ولا ما يعرفش أنا ماليش علاقة هاني إنت حبيبي قبل ما تكون خطيبا أنا هفضل جنبك ومش هتخلى عندك وحياتك عندي يا حبيبي ما كلام أنا هفضل معك لحد ما نلاقي اللي عمل كده هاني أنا بحبيبك والله العظيم بحبيبك ربنا يشفيك يا حبيبي يا رب يزح عنك ربنا يشفيهولك يا حبيبتي ويخلهولك وتشفيه عريس ويبقى سندك ودهرك في الدنيا يا رب ربنا يخليك يستهني خد يا حبيبي تخلي دور معيك ربنا يخليك السلام عليك يا بلحاج عليكم السلام الله يبركاته سلامتك ألف سلام شكرين يا بنت تاخد مني الحاجة البسيطة دي شكرين ادعيلي والنبي يا بلحاج حاطر ربنا يخليك ويكرمك يا رب وشيطة دي شكرين يا بنت ربنا يكرمك شكرين يا بنت ربنا يكرمك شكرين يا بنت ربنا يكرمك وانت يا حلوة أنا جايالك يختي ايه الدحكة العسل الحلوة دي وشك منور ما شاء الله والله ربنا هيشفيك يا هتشوف يا هتفي زي الفل خذي عسل خذي عسل ربنا يخليك ربنا يشفيها لك يا رب عايزة حاجة؟ شكرين يا رب والنبي تقبل مني يا رب وسخرني ساعد الناس الغلابة والمحتاجين يمكن اقدر قلل عذبهم يا رب انت اللي عارفه عالم بالناس كلها يا رب شايا خالت تتلم ايدك يا روح خالتك اه كنت هنسبت يا خوخة على فكرة لو اسبوعك جاية هتتجوزي اه؟ يو مالك يا بنت اتنقصتي كده هو فيه واحدة لما تسمع خبر جوازها تتنقذ النقزة دي وتتخد كده دل بقى ناتش ياختي بيفراحوا ويموتوا من الفرحة كمان ومش بعيد بوايز اغراطوا لا خالص بس يعني اتجوز ازاي؟ وبعدين العريز ده شفني فين؟ وانا مش هشوفه مش هشوفه يعجبني ولا ما يعجبنيش